طفل متسول يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة إيرانية لساعتين حيث أفاد مصدر أمني في محافظة النجف اليوم ثلاثاء بأن طفلا تسبب بدخول مطار المحافظة بحالة إنذارة وأبلغ المصدر أن طفلا دون العاشرة من العمر تمكن من اختراق أمن مطار النجفة والوصول إلى نقطة انطلاق طائرة إيرانية تستعد للإقلاع إلى إيران مع مسافرين على متنها وذلك لطلب المساعدة أو القدية من المسافرين وبين المصدر أن أمن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة أكثر من ساعتين وإنزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة موضحا أن قوة أمن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله خارج المطار بعدما أدخل المطار في حالة إنذارة وعن تفاصيل الحادثة وكيفية اختراق الطفل لكل تحصينات المطار الأمنية قال مصدر أمني آخر إن الطفل تمكن من اختراق المطار بكل تحصيناته ووصل إلى منطقة المرآبة حيث مكث فترة من الزمن وهو يستجدي من المسافرين مشيرا إلى أن الطفل أخذ بالتجوال داخل المطار في ساعات الفجر الأولى دون أن يستوقفه أحد ثم توجه إلى مدرج الطائرات حيث وصل إلى الطائرة الإيرانية إيران آير 5318 والتي كانت تستعد للمغادرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة سائلا الفتى عن بطاقة الركوبة ورد الفتى بأنه لا ينوي السفر لكنه يريد الوصول إلى منزله في منطقة البراكية وعلى إثر الحادثة يقول المصدر قام رجل أمن الطائرة بإبلاغ قمرة القيادة وتم إنزال جميع الركاب وإعادته لمنطقة الانتظارة والتأكد من إن كانت هناك حجوزات مسبقة مما تسبب بتأخير إقلاع الطائرة لنحو ساعة وخمسة وأربعين دقيقة